اشتركوا في القناة فاحيانا تبنى المواقف في السياسات العربية على نوع من المماحكات الشخصية لكن ذلك لا ينفي صراع المصالح الذي يحكم العلاقة بين هادي ودولة الامارات اذا اصبحت الصورة واضحة ذهب هادي الى الامارات ومن جوار حاكم ابو ظبي محمد بن زايد صرح باطلاق عملية النصر الذهبي لتحرير الحديدة وفي اليوم التالي يعود هادي الى الرياض ومنها الى عدن وبالعطف على ذلك ما من قول يمكن قوله في هذه العودة اكثر من الحديث عن ان هادي عاد لقيادة المعارك ضد الميليشيا من العاصمة المؤقتة وذلك مطلب شحبت من اجله الاسواط وملئت به مواقع التواصل الاجتماعي طيلة العام والنصف الماضية التي قضاها الرئيس هادي في الرياض لكن زخم العودة لا يتناسب مع مطالبات الفترة الماضية هكذا يرى الكثيرون ممن يربطون العودة بموضوع السيادة فكثيرون كانوا يريدون العودة ان تأتي لتعزيز السيادة على القرار السياسي اما ان تأتي على حساب مزيدا من نفوذ الاطراف الخارجية فتلك عودة لن تدوم طويلا